في كل مرة تتسرب معطيات جديدة يتضح فيها زيف الرواية الرسمية الصينية بشأن حجم رقعة انتشار فيروس كورونا في البلاد والعدد الحقيقي للوفيات بسببه آخر هذه المعطيات مكشفت عنه صحيفة The Epic Times بأن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين انخفض بمقدار 21 مليون مشترك خلال الأشهر القليلة الماضية وربطت صحيفة صينية المعارضة للحزب الشيوعي هذا الانخفاض بالوفيات بفيروس كورونا مرجحة أن يكون سببه ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بأعداد تفوق المعلن عنها في الصين بكثير واستنادا لأحدث إحصائية رسمية لعدد مستخدمي الهواتف تقول الصحيفة أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة قد انخفض من مليار وستمائة مليون إلى مليار وثمانية وخمسين مليون بانخفاض قدره واحد وعشرون مليون كما استبعدت الصحيفة فرضية تخلي الأشخاص عن هواتفهم في ظرف مثل هذا معللة بأن الحكومة الصينية ألزمت مواطنيها استخدام هواتفهم المحمولة لإنشاء رمز صحي ولا يسمح للصينيين بالانتقال إلا باستخدامه لهذا رأى أحد المختصين بالشؤون الصينية أنه من المستحيل على أي صيني إلغاء هاتفه المحمول وهنا تساءلت الصحيفة فيما إذا كان الانخفاض الكبير في عدد الاشتراكات يعكس إغلاق حسابات الناس الذين لقوا حتفهم بفيروس كورونا عن هذا قال أحد المختصين بالشؤون الصينية أنه إذا تم إغلاق عشر في المئة فقط من حسابات الهواتف المحمولة لأن المستخدمين ماتوا بسبب الفيروس فإن عدد القتلى سيكون مليوني شخص بالرغم من ذلك لم تعترف السلطات الصينية وأرجع الانخفاض في حسابات الهواتف المحمولة إلى إغلاق الشركات في فبراير وفقا لسياسات الحجر الصحي وقارنت الصحيفة بين عدد القتلى المبلغ عنه في الصين وإيطاليا وظهر أن معدل الوفيات في إيطاليا يبلغ 11.03 و4.01 في الصين على الرغم من أن الأخيرة لديها عدد أكبر بكثير من السكان الذين تعرضوا للفيروس دليل آخر ساقته الصحيفة يتعلق بالمنشآت الجنائزية وكشفت أن سبعة منشآت جنائزية في مدينة ووهان تستخدم لحرق الجثث كانت تعمل على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع في أواخر شهر يناير الماضي فيما استخدمت مقاطعة هوباي منذ السادس عشر من فبراير الماضي أربعين محرقة متنقلة كل واحدة منها قادرة على حرق خمس أطنان من النفايات الطبية والجثث يوميا وخلصت الصحيفة إلى أن عدد القتلى الحقيقي في الصين هو اللغز وأن إلغاء 21 مليون هاتف محمول مؤشر على أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة ترجمة نانسي قنقر